عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وبحضور السمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي والسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي وذلك في مكتب سمو الحاكم وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة وتطوير مختلف الخدمات ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات واعتمد المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية ووجه بإحالته للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة